شهدت محافظة القليبية ملتقى توظيف الشباب الذي يشارك فيه نحو 85 شركة داخل وخارج المحافظة الملتقى يستهدف توفير 3000 فرصة عمل في جميع القطاعات كما يعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية جهود عديدة تحرص الدولة دوما على بذلها لتقديم كافة التسهيرات للشباب ففي خطوة تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب من الجنسين شهدت محافظة القليبية ملتقى لتوظيف الشباب الملتقى الذي يشارك فيه نحو 85 شركة داخل وخارج المحافظة يهدف لتوفير 3000 فرصة عمل في جميع القطاعات طبعا الملتقى التوظيف مهم جدا لأننا نتعاون مع الدولة في إيجاد فرص عمل عشان نخفض نسبة البطالة فده هدف أساسي خاصة من نسبة للشباب للسيدات لزوء الاحتياجات الخاصة بمشاكين معنا طبعا يرتكز الملتقى على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها حيث يتقدم الشباب طبقا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغباتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل أنا بكريوليست جارة شعبة محاسبة فكي أقدم وظيفة نسب مؤهلي ورأيي أن الملتقى كويس يعني بيضم عدد شركات كبيرة ونأمل أن نحن نلاقي وظيفة كويسة أولا من ناحية للوظائف المتوفرة يعني حاجة كويسة ومن ناحية الملتقى يعني حاجة كويسة أنهم مقدمينها للشباب أنهم بيخلوا الشباب أنهم تتدور على الشغل وبيساعدهم في الحصول على الوظائف الملتقى يعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيد تكافل وكرامة ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهم وتوفير الدعم اللازم لهم اشتركوا في القناة